خلينا نسمع رأي الفنانة الجميلة أمي طلعت زكريا لمكملة معانا لحياة الحلقة والحوار بتاعنا إيه رأيك في اللي تقال يا أمي؟ اللي تقال ده خليني ما تجوزت أصلا لا يعني خلينا أقولك خلينا أقولك أنت كنت يعني أنت بتكلمي مع أبو سينة بتقولي آه طبعاً الأيمة من حق البنته آه كذا وآه كذا هل ما زلت شايفة أن الاستخدام اللي بيتم استخدام بي الأيمة ده مسألة صح؟ لأ هي بتبقى حالات فردية يعني أنا 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 يعني الحالات والحاجات اللي باسمعها دي لأ ما يعني إحنا زي ما دخلنا بمعروف نخرج معروف يعني أنا بابا لأ دي طيبة قوي لأ يعني أنا بابا بابا ما طلبش حاجة لما أنا اتخطبت بابا ما طلبش حاجة وقال له مش عايز حاجة وما تجليش زعلينة والكلام الفاضي ده الله يرحمه يعني طبعاً بس أنا دلوقتي دلوقتي خلاص أنا يعني من غير أب فنحضمن حقي ازاي يعني طب هل الأيمة دي اللي هتضمن لك حقك؟ مش هتضمن لي حقك بس تا مش هيبقى موت وخرب ديار يعني يعني اللي هو حدايقك في أي حاجة أيوة؟ بس أنا ده دي وجهة نظر آآ آآ يعني إذن هي شكل من أشكال البرسنال فنديتة أو الانتقام الشخص بالضبط يعني أنا عداية كفاية حاجة بس تا مش درجة بقى المحاكم والكلام ده لا يعني أنا فنظر لا مش هتمفع غير بالمحاكم بس أنا أنا هقولك حاجة في وجهة نظر برضو تقالت من سيدة في الفيديو إن المفروض شرعاً المهر ده للست ملهوش دعوة بفرش البيت بالضبط ما بقاش بيحصل كده بقى الست بتستخدم المهر بتاعها عشان تفرش البيت آآ إذن لو حصل طلاق ما هو الفرش ده أو ما يساوى كان المهر ملهك من حقها مهو ده المهر بالضبط ولا إيه؟ آآ منطق منطق فأنتي شايفة إنه لا أيمة أنا لازم أكتب آآ بس أنت شايفة إن الأيمة آآ ما زي كل الستات يعني أنا أيمة عشان أنا أطلع عين آله أطلع عين آله بس يعني مش بالشكل ده آله بليش عشان طلع عين آله عشان تحفظي حقك بصدبط يعني أنا دلو حقها بس يا جماعة حقها إيه يا أستاذ؟ حقها أنا دلوقتي يعني أبويا متوفي فأنا إيه لا هيدمالي حقي يعني أنا أنا برضو بابو السلام الجزئية دي كأي بنت بقا آآ يعني بابوها متوفي مش موجود آآ ربنا طبعا يخليلي أخويا وكل حاجة بس برضو الأب وجوده بيفرق لقدر الله مثلا ارتبطت بواحد وطلعك وخلفتي منه ومشي يا أستاذ مثلا ومدهش مصاريف ولا لها ولا العيال بزبط هعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ علشان دي مش غضع لقانون الأحوال الشخص من الواضح كده آآ لأنها مسألة مدنية العيمة هي اللي بتقدر تتفاوض عليها يا أستاذ جمال هي بتعمل ده عشان تقدر تتفاوض على بيئة الحقوق للاشتراك زوروا موقعنا الفا تي في دوت كوم أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية